بسم الله الرحمن الرحيم شاب بعتنا على الصفحة بيسأل يعني هو ايه افضل علاج لسرعة القصر طبعا ما فيه حاجة كتير قوي ولكن هنقول لك على حاجة من انتهاء البساطة يعني رشتة بسيطة كده يعني ايه يعني خير من خليه خير من كثير يعني فيه عدة علاجات لسرعة القصر فيه الحاجات الموضعية وفيه الغاص الحاجات الموضعية بتجيب نتيجة في يعني معظم الحاجة تسعين في البند الحلق بفضل الله اهم حاجة بس في الحاجة الموضعية بتحط كريم او سبري هتحطه ازايش بتحط عندنا العضو الزكري دي رأس القضيب الجزء اللي هو الخليف من رأس القضيب اللي لها على الحتة في رأس القضيب من غراء دي الحتة العالية دي بتحط السبري او الكريم على اليمين وعلى الشمال عليها يعني البروجية مش علاكة من يمين الشمال وتحت منطقة اللي هي دلتا اللي هي مكان الطهرة من تحت مكان ما الواحد بيبسك بالعضو كده اثنائي التماغ لو بتحط كريمات الكريمات بتتحط قبل العلاقة ب 15-20 دقيقة لو بتحط سبري بقبلها من 30-40 دقيقة اشهر الكريمات فيه كريم اسمه ويملة وكريم اسمه بريدو كايلي اشهر السبريهات فيه سبري اسمه بروكوميل وفيه سبري اسمه دوزر بعتشافة طبعا في حاجة كدير كدير كده وكلها كويسة ويسميش مشكلة حسب رأي المريض او تجربة المريض طيب فيه بيقولك لا انا مش عاوز احط اسبري اسبري طبعا لو انت بتحطه غلط مش هيديك نتيجة يعني فيه ناس بتحط كمية كبيرة طبعا لو بنحط البخات بنحط مثلا بخة وبخة شمله وبخة تحت الكريم ببقى نفس القصة ساعات بقى بروح دهن العضو كله طبعا هيعمله تنميل او فقدان بالاحساس او فقدان بالانتصاب او يحصل تخدير للطرف الاخر نتيجة الاحتكاك طبعا لو بيستخدم الحاجة غلط مش هيديك طب هو مش عاوز او مش عاوز حاجة موضوعية فيه اقراص فيه اقراص كتير ممكن اشهرها اللي هي العدة المسلسة ده بوكستين اللي هي ديور جوي او جوي بوكس او لها اسماع كتير اقول له السيدان اللي عنده المسلسة فيه منها ستين ميلي جرام وتلاتين ميلي جرام عادة لما تبدأ ابدأ بالتلاتين ميلي جرام لقيت النتيجة الكويسة اوكي مش كويسة تاخد ستين ميلي جرام هي بتاخد قبل العلقة من ساعة الى ثلاث ساعة فيه شخص يقولك طب ممكن اخد معها الفياجر اه بتاخد رابع ارص مصه ارص مفيش مشكلة طب واحد يقولك لا الدواء ده مش حلو بيعمل ساعات تنويم او بيعمل اسر جانبية مش عاوسوا ممكن تاخد حاجة تانية خالي اسمها الكاردورا الكاردورا ده بناخد منه اثنين ميلي جرام ارص قبل لقاء بساعتين وممكن ناخد معها برضه فيها او ما ناخدش او بحتيجة تقولي لا ده انا مش لقي اثنين ميلي جرام في السوق ممكن تجيب اللي هو الشريط الى اربعة ميلي جرام وتاخد مصه ارص او تجيب الشريط الى واحد ميلي جرام وتاخد وقسمها بعد تاخد اي حاجة من الثلاثة اللي انتم دولا نتيجة الوجوهس ان شاء الله وممكن تعمل ايه يعني او انت عاوز نتيجة افضل ممكن تحطت حاجة الموضعية وتاخد معها ارص من اللي احنا قلناها باربو هتلاقي نتيجة افضل ان شاء الله واش القراني